بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وسهلا في حل الإختبار رقم 8 من كتاب سلاح التنميز مادة الرياضيات الصف الخامس بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السؤال الأول بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة رقم واحد الرقم الذي يوجد في الجزء من ألف الجزء منين من ألف في العدد العشرية سبعة ومية تلاتة وخمسين من ألف هو الجزء منين من ألف نركز مع بعضينا طبعا أنا عندي هنا هو السبعة دي السبعة دي صحيح الواحد ده واحد من عشرة والخمسة ده جزء منين جزء من مائة والتلاتة جزء منين جزء من ألفين بإذن الإجابة إيه؟ الإجابة طبعا أعمل إيه؟ أحط هنا ههو كده على التلاتة اللي هو جزء من ألف جزء منين من ألف رقم اتنين العدد تسعة واربعين من مضاعفات العدد كام؟ العدد خمسة أم العدد سبعة؟ تمانية؟ تسعة طبعا التسعة واربعين لو أنا ضربت أي رقم في خمسة مش هديني التسعة واربعين طبعا لو أنا ضربت سبعة أقول له آه سبعة في سبعة بتسعة وإيه؟ تسعة واربعين يوبا إذن التسعة واربعين من مضاعفات العدد سبعة رقم تلاتة تقدير ناتج ضرب واحد وستين وتلاتة من عشرة في مية تسعة وتسعين وتلاتة من عشرة هو تقدير يعني أنا مش عايز أجيب الرقم مزبوط بنسبة مية في المية لا أنا بقدر أنا بعمل إيه؟ بقدر الرقم نشوف إزاي هنجيبها طبعا لما أنا أضرب واحد وستين وتلاتة من عشرة في مية تسعة وتسعين وتلاتة من عشرة هيديني الناتج إتناشر ألف ميتين وسبعتاشر التقدير بتاعها إيه؟ التقدير بتاعها اللي هو كام؟ اللي هو إتناشر إيه؟ إتناشر ألف طيب رقم أربعة قاعدة النمط التالي نركز مع بعض في القاعدة نركز فين؟ في القاعدة هنا هو واحد بعد كده هوت أربعة يبقى أنا هنا هو من واحد لأربعة قد إيه؟ يبقى أنا عد من واحد لأربعة بعد الواحد اتنين تلاتة أربعة يبقى أنا كده بزود كام؟ بزود تلاتة طيب بعد الأربعة لما أزود عليها تلاتة يديني كام؟ سبعة طيب السبعة أزود عليها تلاتة تديني كام؟ عشر إذن جمع إيه؟ جمع تلاتة يبقى أقوله جمع إيه؟ جمع تلاتة ننتقل إلى السؤال رقم 2 السؤال رقم 2 بيقول إيه؟ أكمل ما يأتي وده هيجيلكوا طوعا في الامتحان يبقى أول أول سؤال في الامتحان هيجيني اختياري بعد كده هو تأكمل القيمة المكانية للرقم 7 يبقى أعايز القيمة المكانية في فرق إحنا شرحنا قبل كده في فرق بين القيمة المكانية وقيمة العدد قيمة العدد أو قيمة الرقم تمام؟ غير القيمة المكانية القيمة المكانية يعني هو عايز بالحروف عايز بيه بالحروف؟ يعني عندي هنا هو الرقم 7 ده قيمته أدي القيمة المكانية بتاحته أدي إيه رقم 7؟ طبعا أقوله إيه؟ أقوله 7 أجزاء من 100 يبقى إذن أقوله إيه؟ يبقى عندي 7 من 10 7 من 100 اسمها 7 أجزاء من 100 ده بالنسبة للقيمة المكانية رقم ستة الخطوة الأولى في إيجاد قيمة التعبير العددي أنا عندي هنا هو ركز معي أربعة وثمانية من عشر في اتنين وخمسة من عشر زائد أربعة وثمانية من عشر ناقص سبعة وواحد من عشر زائد آسف على اتنين على إيه؟ على اتنين يبقى الخطوة الأولى هي عملية مين؟ طبعاً عملية الإسما رقم سبعة المسألة رقم سبعة هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي نراحظ السهم بيقول لي خمسة واربعين من مئة فيه نقط بيساوي خمسة واربعين من ألف السهم هو هنا هو خمسة واربعين من مئة على قد إيه؟ بيديني خمسة واربعين من ألف طبعاً الإجابة طبعاً هنا أعمل لي أنا هنا هو طبعاً هضرب فيه واحد من عشر هنا هأسم على العشرة هأسم على إيه؟ على العشرة ننتقل إلى السؤال مسألة الضربة التي تعبر عن مساحة المستطيل المقابل هي إيه؟ هو عايز يعرف مسألة الضرب طبعاً أنا عندي هنا هو متين دي متين وعندي هنا هو دي ستين ودي كام ودي تمانية يبقى إذن متين تمانية وستين وعندي هنا هو تلاتين وعندي كام وعندي سبعة يبقى عند كام سبعة وإيه؟ سبعة وتلاتين يبقى إذن مسألة الضرب اللي هي إيه؟ متين تمانية وستين فيه سبعة وتلاتين دي اللي هي إيه؟ ده النموذج اللي هو يعبر عن مسألة الضرب دي السؤال الرقم تلاتة ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة إيه الخطأ واحد عند الضربة فيه عشرة يعني لما أضرب فيه عشرة تزداد قيمة كل رقم في العدد بمقدار عشرة أضعاف يعني لو أنا مثلا قلت إيه مثلا قلت واحد فيه عشرة واحد فيه عشرة هنا بيساوي كم بيساوي عشرة تمام كده طيب يبقى إذن هنا الواحد زاد كم زاد عشرة إيه عشرة أضعاف يبقى إذن العبارة إيه العبارة صحيحة رقم اتنين اتنين وهنا هو سبعة في مية واندي هنا الفين اربعمية تمانية واربعين على اربعة وعشرين طبعا لو انا قمت اقسمت داوت على دا ودرت السبعة في مية طبعا سبعة في مية كان بسبمية واندي الفين واربعمية تمانية واربعين على الاربع عشرين هيديني كام هيديني مية مية وإيه مية واثنين وعندي هنا سبعة ومية هنا بيقول لي ان المية واثنين اكبر من السبعة ومية طبعا العبارة ايه العبارة خاطئة رقم حداشر الجملة الرياضية اكس زائد سبعة واربعة وثلاثين من مية بتساوي عشرة وسبعة من عشرة دي بتمثل تعبيرا رياضيا هزي العبارة خاطئة دي معادلة دي ايه معادلة اذا كان فيها زائد او ناقص او جسمة او ضرب تمام وفي ناتج يبقى اذا دي اسمها ايه اسمها معادلة طيب السؤال الرابع صل بالمناسب السؤال الرابع ايه صل بالمناسب رقم واحد طبعا احنا هنعمل ايه هنوصل ستمية وتمانية على التالتاشر يبقى انا المفروض اعمل ايه المفروض اقسم يبقى يبقى احنا هنهو بيوم ايه ستمية وتثمانية واربع من عشرة على التالتاشر اقول لي هنا ستين على التلتاشر ستين على التلتاشر فال كام يعني انا طبعا اقول له فيها فيها الاربعة ليه انا حطيت صفر هنا لان اقول له 6 على 13 ما ينفعش لازم المقسوم يكون اكبر من المقسوم عليه يبقى احفظ الخنة بالصفر اقول له 4 في 3 ب 12 2 واطلع بالواحد 1 في 4 ب 4 1 كام 5 اطرع عادي اقول له 10 نقص منها 2 8 وعندي هنا هوت 5 من 5 صفر من اللي على الدور ينزل طبعا التمانية تنزل هنا اهو اقول له 8 و 8 على 13 اشوف ال 6 3 في 6 ب 18 8 واطلع بايه بالواحد 1 في 6 ب 6 6 واحد ايه 7 اطرع عادي اقول له 8 نقص 8 كام صفر صفر اهو و 7 8 نقص منها 7 كام و 1 طبعا انا هنا هو اطلع بالعلامة فوق اهو زي كده وانزل الاربع هنا دي كام دي ات اربعة كده انا هطلع اطلع دي فوق العلامة فوق وانزل الاربع هنا اهو اقول له 104 على التلاتاشر فيها الكام فيها التمانية 3 في 8 ب 4 و 20 واحد في 8 ب 8 كام 10 المسألة كده ايه صفرت صفر صفر ايه صفري بالناتج عين دي كام 46 و 8 من 10 طبعا اروح موصل انا دي كده هون بدي كده هون اهو رقم بين طيب التانية بيقول لي ايه 6468 في 17 468 في 17 اقول له 7 في 8 ب 6 و 50 واطلع بالخمسة فوق هنا اقول له 6 في 7 ب 42 42 و 5 7 و 40 اطلع بالاربع فوق هنا اقول له 4 في 7 ب 28 28 و 4 2 و كام 32 احفظ الخانة هن بايه بصفر اقول له 1 في 8 ب 8 وهنا 1 في 6 ب 6 1 في 4 بايه ب 4 واجمع عادي اجمع ايه عادي اقول له 6 زياد 0 هي ال 6 و 7 و 8 15 5 اطلع بالواحد 1 و 2 3 3 6 9 و 4 3 كام 7 يبقى طلعت كان كده هون 7956 و ايه و 50 يبقى اوصل انا 7956 و ايه 56 اللي هي دي وطبعا دي موصلة دي اخر حاجة اللي هي ايه اللي هي 79 و 56 جزء من 100 لاقرب جزء من 10 احنا خدنا قبل كده التقريب و قلنا انا عندي ارقام بخيلة و ارقام ايه ارقام بخيلة و ارقام ايه كريمة الارقام البخيلة اللي هي ايه الصفر الواحد الاثنين التلاتة الاربعة الارقام الكريمة اللي هي 5 6 7 8 9 طبعا الستة انا هبص هنا هو على الرقم ايه التاني بعد العلامة الرقم التاني بعد ايه بعد العلامة طبعا الستة بتدي اه بتدي اتوبة 79 و 6 من 10 اللي هي رقم ايه رقم الف ننتقل الى السؤال الاخير اللي هو السؤال الخمس يتدرب حسام كل 12 يوم بينما يتدرب محمود كل 10 ايام نلاحظ ان الفرق فيه كام فرق يومين كل كل الصديقين يتدربان معا اليوم يعني هما الاتنين بيتدربوا النهاردة في نفس اليوم كام يوما سيمضي حتى يتدرب معا مرة اخرى هل يجب استخدام العام المشترك الاكبر عين عين من المالف ام المضاعف المشترك الاصغر مين من المالف ما الايجابة انا هستخدم العام المشترك عشان اجد اليوم اللي هتدربه فيه تاني بعد كام يوم ولا هستخدم المضاعف المشترك الاصغر نشوف الاجابة مع بعضنا طبعا احنا هنا هو العشرة بتسوى ادي اتنين في خمسة العشرة بتسوى اتنين في خمسة طيب الاتناشرة بتسوى ادي ايه الاتناشر احنا بنقول الاتناشر بتسوى اتنين في اتنين في تلاتة طبعا احنا هنا هنقول له عين ميم الف بتسوى ايه بتسوى اتنين اخد دول كده بالنسبة لعين ميم الف يبقى عين ميم الف اخد ايه? اخد هنا هو اللي هو اللي هو تحت بعض على طول. الارقام المتشابهة اللي تحت بعض. طيب ميم ميم الف. ميم ميم الف. هنا اخد كل الارقام اللي هي متشابهة والغير متشابهة. يعني اقول له اتنين. ماشي? في خمسة. اهو دي كده برضه. اهو. في اتنين. في تلاتة. في اتنين. في تلاتة. يبقى اللي اتنين في خمسة بكم? متساوي عشرة واتنين في عشرة بعشرين وتلاتة وتلاتة عشرين بكم? بستين. يبقى ازا هنا هم هيتقابلوا مع بعضيهم بعد ستين ايه? يبقى انا المفروض استخدم مين? استخدم ميم ميم الف وليس عين ميم الف. يبقى انا استخدم مين? استخدم ميم ميم الف. وليس عين ميم الف. دي الاجابة بتاعت السؤال. بكده انتهى من حل الاختبار السامن. كتاب الرياضيات سلاح التلميذ. مادة آآ آآ الصف الخامسة. بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على القناة. مع تفعيل زر الجرس لك هسلكم كل جديد. والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.